اجتمع معالي الشيخ سلمان بن خليفة أهل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في العاصمة البريطانية لندن مع كل من السيد بيل وينترز الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد شارتر بانك والسيد نويل كوين الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC بانك وبهذه المناسبة أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية مواصلة العمل على تبادل أفضل الممارسات والخبرات مع مختلف المؤسسات المالية الدولية بما يصب في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة مؤكدا على ما تحظى به هذه المؤسسات من مكانة مهمة وما تقوم به من إسهامات بارزة للدفع بمسارات التنمية نحو التطور مشيرا معالي إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة محفزة وداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي والذي يعزز من تنافسيتها الاقتصادية كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الشأن المالي والمصرفي ومناقشة آخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي